اشتركوا في القناة 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 رياضي أنت تكون نفسه هذا الشخص والله أحب المنافسة من صغري والحمد لله يعني من صغري أنا من أدخل في شغلة أركز فيها ومثل ما تقول أتقنها لدرجة يعني أني أقدر أنافس فيها وأدخل فيها بطولات والحمد لله يعني عندي بطولات وايد منها محلية ومنها عالمية يعني إذا أتكلم عن الجيتسكي عندي دخلت بطولة العالم مرتين والحمد لله حققت فيها مركز ثلاث مرات وحققت فيها مرتين المركز الثاني عالميا في الفئة اللي أنا كنت أشارك فيها بطولات الدراجات يمكن خمس مرات خفزت فيها بطولة الإمارات بطولات السيارات حتى دخلت في البقي أكتر شيء اللي حققت فيها نتائج على مستوى الدولة وحتى على مستوى عالمي الحمد لله يعني دخلت الأول في صباق البوضة بـ Desert Challenge كان هذا يعتبر جولة من جولات بطولة العالم وحققت في المركز الأول وهي كان نتيجة كبيرة يعني بالنسبة لي أنا وعلى مستوى مستوىنا نحن ومستوى العالم طبعا نفس الشيء يعني دخلت في المجال التراياثلون والحمد لله يعني حققت أرقام على مستوى الدولة وبييت ثاني الدولة عقب على مستوى الدولة في الآيرن مان وتأهلت بطولة العالم في الآيرن مان وبعدت أهلت أني أكون من ضمن منتخب الإمارات اللي شاركت فيه في بطولة الأولمبيات الأسيوية فيعني مثل ما تقول يوم أدخل شغلة أركز فيها وحاول أكون يعني أني أوصل لدرجة أني أنافس فيها والحمد لله توفقت ما شاء الله يعني تكون متقن في المجال اللي تدخل فيه الحمد لله يعني في بطولة الآيرن مان أو بطولة الثانية اللي أنت تشارك فيها ما شاء الله وهذا غير السياكل ما شاء الله حبك للسياكل هي الحمد لله والسياكل حين بعد مركز بيها هاي السينة وائد وعندنا الحمد لله فريق كبير وقوي وإن شاء الله بني بنتاج جزينا هاي السينة إن شاء الله كيف أنت ترتب الجدول يعني جدول تمارينك يعني نحنا اليوم نعرف أن أحمد ما شاء الله يحب يشارك في الرياضة وبعد عندك جانب اللي هو الأساسي يعني شغلك فكيف أنت تنسق ما بين شغلك وما بين الرياضة اللي أنت تمارس فيها شوف يقول لك اللي يبغي صلاة ما تفوتها صحيح ف طبعا كل شي تسوي لليه وقت أنا الحمد لله أداوم وعندي عائلة وفي نفس الوقت الرياضة فأنا حاول أشغل نفسي بالأشياء اللي يعني تكون مفيدة لي وحاول طبعا أني ما أقصر في كل الجوانب من جانب أهلي وجانب جانب الشغل وحتى جانب الرياضي فكل شيء عاطي له وقت طبعا هذا عشان توصل لأنك تقدر تعطي وقت لكل شيء لازم طبعا فيها مثل ما تقول تضحيات في بعض الأشياء كيف الضحن هي مبضح تحضيها يعني لو تفكر فيها هي مبضح تضحيات كبيرة بس فيها ساعات تضحيات يعني أنك يعني ما بتقدر وايد تتنازل عن أشياء يعني ما بيسات الكوفي وشباب يعني تخففها يسات الميالس تخففها يسات الحواطل العلفاظ تخففها ما أقول لك أنك تقطعها بس بتطلع بتسير وربعك بتشوف ربعك بس بتخفف بعدين السهر هذا على فكرة من أشياء يعني التي تخرب على الشخص عدو النجاح عدو النجاح السهر هاي من من طلب العلاء سهر سهر الليالي هاي أشوف مش في محل رياضة اكتشفت حتى حتى الانتاج يعني الواحد عشان يكون منتج كل ما يقوم من الصبح من الوقت سبحان الله يعني مثل ما ذكر بركة في البكور تعرف كل ما منش من وقت عندك وقت عندك أصلا ذهنك يكون صافي عشان تقدر تفكر وتخطط وتفكر شو تقدر عندك وقت تسوي الأشياء بس من توصل الليل أصلا أنت تكون في حالة أنت تبوي ترتاح ما تبوي تسمح حشرات تبوي تيلس تبوي يعني تسوي الأشياء لأن كنت ريلاكس بس الانتاج كله هي من بداية الصبح فهاي ونوف ذا بيقس سيكرت يعني اللي أنا بقولها أن من أسباب الواحد أن يكون منتج ويوصل لأهدافه ويوصل للأشياء ليبويها أن يعدل هذا وقت النوم له ويقوم من وقته وشيء بسيط يعني بس هو شيء كبير فطبعا عشان أقدر أسوي كل شيء طبعا مثل ما قلت ما أسهر هاي من الأشياء اللي أقول هو نش من وقت عشان أقدر أحصل وقت أني أسوي أحصل وقت أني أقدر أفكر أحصل وقت أني أقدر أتمرن يعني أنا وايت من تمارين يسوي هالفجر عقب الصراع على طول يتمرن هي هو أسير عقب عقب الدوام عقب أحاول أرجع البيت من وقت عشان أي شيء أهلي قبل الله يرقدون وهذا يومي العادي يعني وفي الويكند شوي أشوف الشباب وفي الويكند صراحة أنا حين أبدأ الموسم في كل أسبقات يعني ما في يعني حتى يعني مثلا أنت ذكرت أن بداية الصبح يعني أنت تجهز أغراضك تتمرن تخلص على طول على الدوام نعم فأنت تنسق يعني عندك الوقت محسوب بالملي لازم لازم فإذا ما تخطط وما تحط بلان ما بتقدر توصل وبعد من الأشياء المهمة اللي تخليك أنت تقوم كل يوم الصبح وتقوم حق هدفك حق اللي تبوي تسوي طبعا لازم تحط هدف لازم تحط هدف في حياتك يعني أنا كيف أكون مثلا أنا ليش يقولوني أنتك تدخل في وائد أشياء أنا أسويها لني أوكي أستمتع ونفس الوقت دومي ومحط هدف كبير مثل الصباق يعني الصباق في منافسات فهذا الهدف كبير في خليني أكون جد في التمرين وما أهمل التمرين فأكون مهتم في نفسي يعرفت ومهتم في أكلي مهتم في رقادي مهتم في صحتي فدومي أختار هدف يعني أختار صباقة يعني أقول أنا ناوي أسوي هذا الصباقة وأدخل وأفوس في الصباق فعشان أوصر وفول في الصباق لازم فيه أشياء وايدة أسويها فيعطيني الالتزام فوايد مهم أنت تحط هدف ومنها يعني مثلا ما أقول يعني حكي الحد يعني تعالوا صابقه بس يعني تحط هدف لك دوم يعني واحد مثلا مو بلازم تسابق واحد مثلا ما يقدر يجري ما يقول أنا أتعب يوم أجرب يحط هدف يقول أنا مثلا أبوي أوصل أسوي الخمس كيلو فيبتدي يجري ليه ما يوصل خمس كيلو ووصل خمس كيلو يحط هدف ثاني أبوي أوصل عشرة كيلو فيعني من هالأشياء عشان يحصل لواحد شي يقوم له ويسير له هذا في نفس الشي في الدراسة هذا في نفس الشي في الشغل هذا حتى في نفس الشي الواحد يوم يستثمر في نفسه ويسوي يفكر كيف أنا أقدر أوصل أني أقدر أستثمر حتى لازم يحط له هدف للاستثمار يعني إذا الواحد بس ينشي الصفح يصير الدوام ويرجع ويقول وينكم الشباب ويتم في دوام ترى ما بيقدر يوصل لشي ما بيغير في حياته لازم تسوي شي غير على الناس أحين أنت خبرتنا كيف ترتب الجدول عندك مع الوقت نظامك الغذائي هل في شي معين أنت تمشي عليه يعني فيه إشراف من المدرب يعني يعطيك الجدول يقول لك أحمد هذا اللي عليك هذه سعرات الحرارية لازم أن تلتزم عليها والله كانت فيه فترات طبعا كنت مع مدربين أو مدربين غذائيين يعني أو هم بس تعرف مع الممارسة ومع القراية والطلاع خلاص حينها يعني حافض أنا شو بأسوي يعني فاليوم بعدين فيه وائد وسائل إن واحد يقدر يلتزم فيها من ناحية يعني يأكل الوجبات الصح فعندك أنت الأبس الموجودة مثلا مثل مايفتنس بال مايفتنس بال أعرفت تحط فيها كل الوجبات اللي أنت تأكلها في يعطيك كم أنت الماكروز اللي أنت أكلت فأنت تحسب أنه أوكي لازم أكل هلقد لازم يعني مجموع الكالوريز اللي في اليوم لازم السعرات الحرارية في اليوم هلقد عندي هذا الهدف ولازم تكون مثلا كمية الكربوهيدرات هلقد وكمية البروتين هلقد فهذا كل الأبس يحسب لك ويوم تحط أنت شو تأكل ويحسب لك ويعطيك فسهل اليوم كيف تحصل لعني تسوي برنامج غدائي فأقول لك كل شيء موجود بس الواحد شوي يجتهد شوي يقرأ وشيء حط وقت والله يوصل لأن أحمد مثل ما أنت ذكرت يعني هاي الأشياء كلها تراكمية ترتيبك اليوم الجدول الأكل لأن هاي الأشياء كلها تجتمع مع النجاح فإذا أنت ما رتبت هذه الأمور يعني ما رح توصل لشيء لنت تتباه طبعا شوف دومك إذا أنت تمشيع شوائي من دومك تفكر أن عندك هدف يعني بدتم عادي بدكون حياتك طبيعية بدتمر والأيام تمر وتوديك وين هي توديك يمين ويسار الواحد يأخذ بالزمام الأمور ويحط أهداف ويحط وين هو يبا يسير عقب يقدر يتحكم بس أنت كيف تحط أهدافك أحمد طبعا تتعلم من الغير بعدها شي مهم جدا أنت تشوف يعني تدور مثلا إذا نتكلم عن رياضة أو نتكلم عن شغلة تشوف الناجح في هاي الشغلة تشوف هو شي يسوي كيف نجح عرف ف تتعلم منه فمثلا إذا بقول بنقول مثلا بطار راليات شو يسوي عرفت فتصير تدرس حياته أصلا تشوف أنه تمرن عنده مثلا غاراج يشتغل ويها يشتغل ويها السبونسورية مرتب التيم ما لا فيعني تتعلم منه كيف هو مثلا يسوي سيارة فأنت تتعلم من هالأشياء تتعلم منه من الواصل فهاي الأشياء تخليك تسهلك أنك أنت توصل لهدف فطبعا يعني هاي من الأشياء من أسباب النجاح أنك أنت تدور الناجح وتشوف ليش هو ناجح ومتاخذ من أسباب نجاح وتخليك تساعدك أنك أنت تسهلك الدار شو أكثر رياضة يعني تحبها من بين هاي الرياضات اللي ما شاء الله عليك تمارسها صراحة أحلى رياضة عندي يعني اللي هي آخر شي دخلت مع الفكتري تيم في الفورمولا طرادات الباوربوت لأنه يعني صراحة يعني يعني لازم تكون وائد مركز لازم تكون وائد دقيق عشان تقدر تكسر الوقت وهي يعني أي أدنات غلط ممكن تنجلب أدنات غلط ممكن يعني تخسر وقتك عرفت فلازم تكون وائد مدقق فهاش يعني تكون يعني مستعد من كل النواحي مثل الفورمولا وان كار يعني تعرف كل شي محسوب وطبعا السرعة وائد فيها عالية يعني نحن نمشي على تقريبا سرعة 200 كيلو تلف ما فيها بريك تلف بهاي السرعة وائد فيها مخاطرة فيها وائد مخاطرة طبعا وهاي يمكن من أشياء اللي تخلي تحببني في رياضة أكثر الجي فورس اللي فيها السرعة اللي فيها الدقة انك انت لازم تكون وائد تتغير في أي لحظة والهو ما تعرف من أي تجاه إيك يعني فانتكون أزم تكون أنت دوم كنت حاس في الطرادة طول الوقت عشان تقدر تمشي بالسرعة لتقدر تفوز فيها يعني عد من الأشياء اللي أنا تعيبني وايد اللي هي الترياثلون لأن الترياثلون ترياثلون ثلاث رياضات فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مران يعني كيف ترتب يعني خاصة هاي الرياضة هي يعني متعبة جدا ثلاث رياضات في نفس اليوم لا طبعا هني أقول لك يجي دور التوقيت والنظام اللي أنت لازم تحطه وطبعا أحسن يكون عندك مدرب يشرف عليك ويعطيك البرنامج عشان تقدر تنمشي عليه صح وما تكون لأن الرياضة هاي وايد متعبة فلازم تريح وايد عشان تقدر تكمل تمرينك فلازم ما ترهق وايد عمرك في التمارين بعد وفي نفس الوقت لازم تتمرن وايد فالموازنة فيها وايد صعبة لأنها هي ثلاث رياضات بس طبعا إذا عندك مدرب وفاهم تقدر توازنها بس طبعا وقتك بعد يهلك ودوامك بعد لازم ترتبه بسهولة يعني بس مثل ما قلت لك إذا الواحد يبوي الشيء يعني ما في شيء اسمه مستحيل لا تعطيني عذر أنه أنت عندك مدوامك طويل لا تقول لي نا والله عنديها أهل لا تقول لي أني أنا ما أقدر لأنني أنا والله متين وما أقدر وزني ما يخليني أسوي شيء لازم تبتدي لازم تبتدي من المكان عشان تقدر توصل وستب بايستب بتوصل هاي الأشياء تنطبق في يعني في الدوام في الشيء اللي أنت تحبه في الرياضة بس أنه تبتدي بالضب تبتدي في أي شيء في حياتك لازم تأخذ الخطوة الأولى وشوي شوي توصل بس لازم تكون مستمر الاستمرارية هي يعني أساس كل شيء في الوصول لازم تبتدي أول شيء عشان توصل لازم تبتدي وعشان توصل لازم تكون مستمر وبتيك طبعا عواقب وايد في حياتك وصعوبات وايد في حياتك بس لازم أنت تعرف كيف يعني تصبر طبعا وتستحمل وتحصل كيف طريقة لك أن تقدر تطوف هذه الصعوبات أحمد هذا الشيء من صغرك أنك أنت تحب توصل للمركز الأول بالله تعرف هو من الصغر وما بقول بس من الصغر يعني مثل ما تشوف أن شيء محمد بن راشد وشيء حمدان بن محمد وما يرضون إلا بالمركز الأول طبعا ونحن تربينا على الشيء صحيح عرف ونحن نطلع العالم في هذا الجيل تفكيرنا كيف نطلع في المركز الأول في كل مجال ندخل فيه فهذا يعني والحمد لله يعني من الأشياء اللي خلتني أنا مقتنع أن الواحد يعني لازم ما يحط له حدود ويقدر يوصل لحق اللي با يعني إثباتي لنفسي ومعنا كنت صغير قدرت من أذكر حتى كان الوالد يقول لي نضيع وقت في اللعب والدراجة تحرى وين بتوصل هايش الأيام هاي الانتقادات تتأثر شبابنا هايش الأيام تعرف يابونا ندرس والوالد يابويني أدرس وما يابويني ألعب فيقول لذي عوقتك وين تحرى وين تحرى عمرك بتوصل يعني تدخل تسوق جيتسكي وتسوق دراجات والحمد لله يعني كيف كنت تواجه الانتقادات اللي كانت تيك من الوالد والله كان يعني 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 قصدهم يعني مم قصدهم أن يعني يحطمون نبس هم ما يدرون لا إراديا كانوا يحطمون نبس أنا كنت بالعكس هذا كان يخليني يشجعني أني أسوي أكثر أوكي وهو يخليه يعني كان يابويني يعني أدرس وركز وما ضيع في دراستي بس الحمد لله أن أنا قدرت أوازن وقدرت أوصل لمستوى مم بس محلي قدرت أوصل لمستوى عالمي في المنافسات يعني تقريبا في كل الرياضات اللي دخلت فيها إن شاء الله إذا قدرت أوصل لمستوى عالمي كنت يعني أدز عمري مم بس مستوى محلي أوصل لدى مستوى عالمي فمن شدي أنا أقول يعني في لأي حد يعني أنا قدرت أوصل أي حد ثاني يقدر يوصل بس يحط الجهد ويحط ويحط الهدف جدامه ويركز ويوصل بس ألك سؤال هل أنت راح تنمي هذا الشيء في عيالك حب الرياضة ويمارسون الهواية اللي هم يحبونه طبعا يعني هذا الشيء أنا أدومي أتمنى يعني لي والغيري مو بس العيال أحب أني يعني أنشر الرياضة أحب أني يعني أدرب الناس أحب أني أخلي أكون جزء من يعني تشوف أنا مرت سنين وكنت أنا شارك وأنا شاء فحين أحب أني أرد أعطي تعرف فمنها طبعا الجيم اللي عندي بي آر بي سفوك رايد ندرب في شباب سياكل أو تراياثلون أو حتى داخل الجيم فأحب يعني أحب أتوف الناس يدربون أحب الناس وخاطري صراحة حلمي أن يعني نوصل جيل من من عنا من دولتنا يوصلون في الأولمبياد وهذا حلمي وإن شاء الله حاط خطة إن شاء الله أن ننطلع جيل من البلاد ويوصلون لهذا المستوى ويعني حين إذا الشباب يدخلون في هذا المجال سيتواصلون معك سيتواصلون معك إن شاء الله ويستفيدون منك إن شاء الله للعالمية بإذن الله إن شاء الله مشكور أخوي أحمد يعطيك العافية ما قصرت في هذا اللقاء الجميل وإن شاء الله ليايات تكون أفضل وأحسن إن شاء الله بكل المجالات يا رب شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر